بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله يا شباب في مقطع جديد من مقاضع لعبة كريتفرز طبعا هذه اللعبة يا شباب نزلنا لها مقطعين في القناة فقط اليوم إن شاء الله زي ما وعدتكم رح نحاول نظهر إبداع المتابعين هذا الأسبوع الثاني للسيرفر فعموما في إبداعات جدا ممتازة راح تعجبكم فعشان ما نطوله وعشان ما نحرق عليكم أكثر خلونا ندخل وشوفوا إبداع المتابعين خلال أسبوعين فقط من افتتاح السيرفر بسم الله حسنا شباب زي ما انتم شايفين الآن رسمنا تمام في هذا الفيديو رح أعرض الناس اللي اشتغلت خلال الأسبوع الماضي تمام ليش؟ لأن بعض الناس عندهم دراسة وأكيد إن دراستهم بتكون أهم دراستك أهم من اللعبة أي كانت نوعية اللعبة فدراستك أهم فالناس اللي عندهم دراسة واللي عندهم اختبارات خلال الأيام القادمة هذا لما رح نتكلم عنهم نهائيا رح نهتم بالناس اللي شفناهم متواجدين وفعلا أبدعوا في هذا الأسبوع فعموما خلونا نبدأ رح نبدأ ببسام بسم الله ونقوم بسام نفس الكلام ببيته نشوف واحد ثاني بلاك كات بلاك كات هذا شوف الفيديو اللي فات اش كان عنده فرق شاسع بين الفيديو والآن ترى شيء الآن مجنون هذا بيت بلاك كات سنأخذ لفه ونرى الأشياء الموجودة عنده طبعا حرقنا بشكل سريع عموما هذه غرفة مكتبة على الشاطئ ونرى الأشياء التي لديه سكر الباب هذا المخرج للبيت لا نخرج من البيت دعنا نأخذ لفه من هنا نرى المنطقة هذه في طريقة التصميم على البيت كما ترى تنسيق جدا ممتاز وواضح أن الأشجار لا تخلصها لكن تنسيق نرى كيف لمسات البيت اجتهاداته في البيت جدا ممتازة سنأخذ لفه على البيت كامل بعدين نرى الأشياء الموجودة فيه لمساته من فوق البيت من هنا نرى الآن كيف البيت حسنا فرق شاسع الأسبوع الماضي لم يفعل أي شيء نهائيا الأسبوع هذا أذهل لنا بمجهوداته وبتصاميمه وبإبداعاته صراحة شيء مره 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 ممتاز طيب أنا كان رأيت فيه دور ثاني فيه شيء دور ثاني فيه مدخل الدور الثاني لا أعرف هنا لا يوجد ما هذا فوق حسنا شبابيك أكيد هناك مكان يظهر فوق الدور الثاني حسنا هناك شيء طيب هذه المنطقة من هنا نجيلها هذه الغرفة التي كنا واقفين فيها وهذه المنطقة من هنا نجيلها فيه باب تعدين الباب لم نرى طيب ندخل مع الباب ونرى هذا هو الباب هنا فيه باب ثاني أوكي هنا فيه باب ثاني طاولة طعام أوكي وهنا طاولة طعام ثانية وهنا فيه درج فوق طيب نطلع فوق بعدها ندخل الغرفة الثانية تمام أوكي نطلع فوق شوفوا كيف الجلسة يا شباب على المنظر الجمالي هذا بالله ايش رايكم شوفوا شوفوا كيف شوفوا كيف نسويه جلسة عادية ومنظر جدا خلاب وهنا أسرة نوم أوكي وهنا مكتب وهنا الشاطئ برضه مستغل الدور الثاني كله في جلسة عامة تمام فشي مرة ممتاز هنا زي الموقد أو زي مكان للنار وكذا تقريبا تقريبا مش اكيد يعني ممكن له فكرة ثانية أوكي هنا تقريبا خلصنا الجهدي خلونا نروح نشوف هنا ماك شي مهم نشوف فوق نشوف الجهة الثانية هذا زي المطبخ نسويه على شكل انه مطبخ يا شباب تمام نشوف الجهة الثانية اللي هناك لحظة هنا في مفاتيح ايش اللي يصير أوكي تقريبا شغلنا إضاءة لا ما صار شي لسه ما خلصوا الإضاءات أوكي شكلنا كده حرقنا عليه أوكي الله يكرمكم هذه كأنها تصميم دورة 100 تصميم شاله كامل باختصار تصميم شاله جدا ممتاز طيب خلونا نشوف الشي الثاني اللي برا البيت شوفوا يا شباب شوفوا التصميم شوفوا الشي اللي جنني صدق ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله اذكر الله تمام فشوفوا الآن سوي تصميم السفينة على الشاطئ جنبها شاله تمام فهذا إنسان جوه فعلا فعلا رايق ندخل السفينة ونشوف يلا هذول بيهاجموني الحين ما علينا أوكي ندخل السفينة تقريبا هو مسويلا من هنا زي من هنا طيب دخلنا السفينة دعونا نتفرج نتفرج نشوف السفينة هذي كيف بداعاتها راح نبدأ فيها مستوى مستوى تمام ما شاء الله تبارك الله أول شي شوفوا اللمسات التصميم السورة الخاص بالسفينة لحد الآن ما شاء الله تبارك الله جدا متقن متقن بمعنى الكلمة أهنيك أهنيك صراحة يا بلاكات أهنيك بقوة والله ما شاء الله تبارك الله طيب خلنا ندخل ندخل مع الباب بسم الله يلا لا ما شويت أوكي تمام ما بغير أخري بشي بس بستعرض الأشياء اللي عنده طيب عندنا هنا ممرين قبل نطلع فوق خلنا ناخد لفة هنا هذا زي المطبخ تمام خاص بالرحلات وهذه طاولة الطعام ما شاء الله تبارك الله وفي ممر أسفل في ممر أسفل يا شباب شوفوا التصاميم شوفوا المطبخ ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله والله مبدع والله كلمة الحق تنقال والله إنه بطران صراحة ما شاء الله طيب ندخل مع الباب هذا شوفوا يا شباب شوفوا الشيء اللي أنا شوفوا أوكي هذا سرير نوم تقريبا سرير نوم وهنا مكتبة كتب علب حلويات وأسلحة طاولة بسيطة ما هذا هنا كمان أوكي هذا ناقل هذا ناقل ينقل لك مكان ثاني كويس يعني تصميم تفكير تفكير جدا ممتاز أنا متأكد إنه بعضكم راح يعيد الفيديو متأكد إنه بعضكم راح يعيد الفيديو طيب خلال نشوف هنا غرفة نوم غرفة نوم ما شاء الله تبارك الله وهذا دولاب وهنا هذه غرفة نوم صارت فيها غرفتين نوم السفينة لحد الآن هنا طاولة الطعام وهنا باب ثاني أوكي هذا مخزن هذا مخزن يعني تفكيروا جدا جدا ما شاء الله هذا يكرمكم دورة مياه واضح ما تشعروا أنه كأنه مهندس معماري؟ بأمانة بأمانة ردوا ما كأنه مهندس معماري أوكي نشوف هنا أوكي غرفة نوم هذه تقريبا خاصة بالأطفال خيالة هي الشغلة خيالة يعني ما أقول؟ صراحة كل ما يكون ربقان هذي أوكي تقريبا هذا الدولاب للملابس يعني تقريبا كده فكرته أتوقع والله وأعلم صناديق مكتبة كتب وهنا زي النوافذ يشوف البحر منها السيوف وأسلحة تلفزيون هذا تقريبا فكرة تلفزيون قسم بالله أنه مبدع وهنا كنب قدام التلفزيون للجلسة الخاصة مسوي غرفة نوم ومسوي غرفة جلسة عامة ومسوي غرفة نوم مستقيل للواحد الثاني وبرضو غرفة نوم للأطفال ومهيئها بجميع الأدوات الخاصة فيها من تلفزيون من أدوات مساعدة يعني كنبات دواليب الله يكرمكم دورات مياه يعني تصميم متكامل لسه ما طلعنا فوق ركزوا لسه ما طلعنا فوق يعني صراحة مجهود مجهود يعني صدق رواقان رواقان والله بمعنى الكلمة رواقان طيب نطلع فوق من فين من فين من فين الطلوع من هنا لسه ما طلعنا فوق هنا في سلم يطلعنا فوق تقريبا هنا القيادة اوكي هنا القيادة شايفين هذه قيادة السفينة هذه قيادة السفينة لسه ما نرى بيبان الوراء شوفوا تصميم الكراسي هذا المقبل حق القيادة وهنا عندك اللي هي الأرقام للأمانة أمانة عليكم تكتبوا لي رد للشخص هذا البقية لسه ما رحنا لهم بس انتم شفتوا هذا أول واحد اكتبوا لي رد عن تقييمكم لمستواه في ثاني أسبوع ثاني أسبوع يا شباب شوفوا الآن كيف بدع تمام؟ طيب هذه قيادة السفينة شوفوا تصميم الكنابات شوفوا الأزرار كيف تحس انه فعلا متمكن الولد في اللعبة متمكن صدق متمكن اوكي خلا نشوف الباب اللي هنا هنا نهاية السفينة بس في الدور الثاني نهاية السفينة في الدور الثاني نشوف نقدر نمشي ونطلع قدام بداية السفينة تصميم ورب الكعبة انه متقن بمعنى الكلمة متقن اوكي هنا زي المسبح الصغير نسويه حتى اختيار لون الموية مناسب مختلف عن لون الموية الخاصة بالبحر طبعا هذه في اللعبة تهييلك لكن شوفوا اللون متقن يعني كأنه موية مسبح فعلا يعني موية نظيفة مش موية بحر تمام والزجاج مقدام دعونا نطلع فوق اوكي نحن فوق القارب يا شباب وهذا هو القارب يا شباب هذه البداية وهذا زي جهاز الاتصال وهنا جهاز إرسال واستقبال وصلنا الآن كده ختمنا السفينة ختمنا السفينة يا شباب ما شاء الله تبارك الله فأكتفي بلاك كات لانه في fizп ولكن أريد أن أرى الوقت ربع ساعة في بلاك كات لحاله أتمنى من البقية ما يزعلوا لكم وعد مني محمد اسمه اسلام محمد البقية فعلا بدل المجهود خلال الأسبوع هذا بدون ما يقلل أن يقدر أي شخص أنتم شاهدون طول وقت الفيديو أنا أعتذر لأنني حريص أن تكون فيديوهاتي دائما قصيرة وعد مني الفيديو القادم أول بيوت أمرها بيوتكم لأنكم جم بعض وقريبين من بعض فأتمنى ما تزعلوا لكن هذا بلاك كات لحاله الأسبوع الماضي انظلم ما كان عنده وقت وبرضه ما بلغنا أن نحن راح نصور فحبت أبدأ فيه تمام أتمنى أكون أني أرضيته لأن الفيديو اللي فات انظلم هو أكثر واحد في الفيديو لكن شايفين أنتم كيف إبداعه للمعلومية أخذتم فيها هذا الفيديو بشكل مختصر وسريع اللعبة لا يوجد قتال بين اللاعبين اللعبة هنا فقط خش ابني خمس دقائق واطلع حتى تكمل لك مبنى قرافي ابني فلا ابني بيت ابني مصنع ابني أي فكرة في رأسك أهم شيء عندنا أنك تكون مكان للروغان وكل ما تكون رائق أكثر تعال ابني وبدأ ورينك كيف إبداعك هذا واحد فقط أتمنى أن تكون متحت معي في هذا الفيديو لا تنسي أخوان دعم القناة من اشتراك ولايك ولا تنسي أخوان نشر الفيديوهات والبقية سأقوم بوعدي في الفيديو القادم هذا الذي عندي والسلام عليكم مع السلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة